موسيقى في الحقيقة هذا الخبر ليس بغريب وليس بشيء لم يفاجئنا لأنه كنا نرتقي بأن يتم مصدف عليه بدون إدخال تعديلات على هذا المقترح المشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية لأنه منذ البداية كنا مقتنعين بأن وزارة الداخلية تريد أن تفرض وجهة نظريها من جهة وحيدة لأنه لم تشرك المجتمع المدني لم تشرك المنتخبين لم تشرك المختصين في إعداد مشروع القانون يعني الثلاثة شوية وعشرين متعلقة باستعمالات المشروع على القناة بالهندي وأردت تمريره بسرعة تضع العديد من النقاط تعجوة ونقاط الاستفهام على هذه النظرة دائما نقاط تعجوة الاستفهام على هذه السرعة غير المفهومة خصوصا أنها صادفت انتخابات شريعية والجماعية والجهوية إذن نحن من داخل التنسيقية بناء بلاد الكيف قمنا بواجبين الذي يمليه علينا ضامرنا أعددنا تعديلات ومقترحات من أجل تجويد هذا المشروع القانون وعقدنا لقاءات مع مجموعة من الفرق والمجموعة النيابية بالبرلمان وكذا بعض المؤسسات الدستورية طرحنا وجهة نظرينا إذن يعني اللي نادرناه شو نكون معك صريح يعني شخصيا أنا كنت متوقع هذا المآل هذا لكن الحمد لله أنه مجموعة من الفرق والمجموعة النيابية قامت بتبني مقترحاتنا وهناك من تفعل بإيجابية معها خصوصا يعني على سبيل ذكر الله الحصر الفريق المجموعة النيابية للتقدم الاشتراكية الفريق الاشتراكي أيضا البرلماني عمر بلافريج الذي قام بزيارة ميدانية إلى منطقة دائرة كتامة خصوصا جماعة إيساغن للاطلاع على الوضعية الواقعية لهذه المنطقة وقدموا مجموعة من المقترحات التي تنهل من المذكرة التي رفعناها إليهم إذن نحن على الأقل قمنا بإقناع هذه الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب باقي المهمة يجب أن تقوم بها الفرق والمجموعة النيابية أمام وزارة الداخلية فنحن لم تتح لنا الفرصة أن نجلس أمام وزير الداخلية من أجل إقناعه إذن لو أتيحت لنا الفرصة ولو تم إشراكنا لا كان هناك شيء آخر يعني مجموعة من نقاط لكن على سبيل الذكر سأذكر العفو العام الشامل عن المزارعين البسطة كمدخل أساسي من أجل مصلحة مع المنطقة أيضا طلبنا بتنزيل مشروع تنموي كبير جدا شبيه بمشروع مارشل فيما يخص التعديلات التي اقترحناها على هذا المشروع القانون هنا طلبنا بإدراج الاستعمالات التقليدية لنبتة الكيف الأصلية وأيضا طلبنا بإعطاء التعاونيات الحق في إنتاج المواد المستخلصة من القناب الهندي خصوصا هنا أذكركم بتجربة منطقة سوس في الاقتصاد التضامني والتعاونيات خصوصا مع أرغان ومع تعاونية معروفة جدا في إنتاج الحالي يعني تعاونية أصبح لها صدق كبير وأصبح مكانة كبيرة جدا في عالم الاقتصاد في المغرب وكذلك يعني طالبنا بإلغاء العقوبات الحبسية في حق المزارعين وترك الغرامات إسوتا بالشركة هو شوه نجليس الاقتصادي اجتماعي والبيئي كان سبق أنه يشتغل على دراسة حول إن كان يتقنين نوقينا بالهندي من أجل استعمالات المشروع قبل صدور هذا المشروع القانون الذي طرحته وزارة الداخلية لكن للأسف جاهد المشروع عدد القانون فتوقف عمل المجلس شخصيا شاركت في لقاء معهم يعني لقاء تنظري بسبب كورونا شاركت فيه هنا ومجموعة من البرلمانيين تحدثنا عن الوضعية الحالية لبلاد الكيف يعني سبل إخراجها من هذه الوضعية كان هناك نقاش يعني مستفيد والمجلس له عدة دراسات يعني ثامينة وقيمة خصا في مواضعتهم الشأن العمومي المغربي دور المجلس هو دور استشاري هي مؤسسة دستورية يعني مستقلة عن العمل الحكومي ترفع تقاريرها لصاحب الجلالة بشكل يعني دوري وبطريقة مباشرة إذن نحن أوصلنا الرسالة نتمنى أن يوصلها إلى صاحب الجلالة كي يعلم حقيقة وضعية بلاد الكيف وخص ومع هذا النقاش هذا اللي يعني حاصل الآن في البرلماني نجمو ننقش على هذا المشروع استدعينا في إطار تنسيقية أبناء بلاد الكيف كانت هناك يعني واحد لديليغاشيون اللي كاتمت المنطقة مشينا وطرحنا لهم يعني رؤية دينا من أجل تنمية المنطقة لأنه دائما نقول ونعيدها المنطقة يجب أن تنمى كي تخرج من واقعها المريض سأقولها وسأعيدها هذا القانون هذا مشروع القانون لن يحل إشكالية زراعة القناب الهندي بطريقة غير مشروعة في المنطقة هذا مشروع تنموي الشابيه بالمشاريع الأخرى التي استفادت منها المنطقة وفاشلت خصصاً إذا لم يتم تنمية المنطقة وتأهيلها لوجستيكياً وتأهيلها يعني اجتماعياً واقتصادياً فكن أكيد ومؤكد أن هذا المشروع سيفشل خصوصاً إذا علمنا أن تطلب أكثر من مئة هكتار في منطقة معينة كي أكون يعني وقعياً أنا شخصياً لا أنتمي لأي حزب ولم يسبق لي أنتميت إلى أي حزب ولم أترشح ولم أصوت في حياتي ثانياً التنسيقية تضم مجموعة من الأشخاص الذين لهم انتماءات حزبية وهناك من ليس له انتماء حزبي هناك مجموعة الأشخاص التي تنتمي إلى مجموعة من الأشخاص الاتحاد الاشتراكي تقدم اشتراكية حيز الأصل والمعصارة حيز الحركة الشعبية الأحرار يعني من جميع إلا باستثناء حزب الاستقلال باستثناء حزب الاستقلال لماذا حزب الاستقلال؟ لأن هذا الحزب هو الذي أسس التنسيقية أخرى فيما يخص يعني عدم الثقة في التنسيقية عادي جداً فالمواطن المغربي فقدت الثقة في الأحزاب في الحكومة في الجمعية فما بلوك في التنسيقية لماذا؟ لأنه لا يقومون بضورهم وأغلب العمل الجمعوي يتم تسيسه عن طريق تباعية لحزب معين وإحنا في التنسيقية دينا أغلب الأعضاء لا ينتمون إلى أحزب سياسية وهناك من ينتمي إلى عدة أحزب باستثناء حزب الاستقلال الذي عمل على تخويننا وعمل كذلك على منعنا من دخول البرلمان عن طريق برلمان ينتمي إلى إقليم الحسيم وقام بتشويشي على لقاءاتنا مع الفرق البرلمانية ونشر إشعة بغيظة جدا مفادها أننا انفصاليون ومن هذا المنبر أؤكد لكم بأننا من داخل تنسيقية أبناء الكيف بلاد الكيف وخصوصا أنا شخصيا شريفة دردك بأننا مغاربة وكنموت على البلد دينا وكنموت على التاريخ دينا ونؤمن بثوابت الأمة المغربية الله الوطن المالك والمغرب دينا من تنجحت للقويرة وإن كنا طالبنا في يوم من الأيام بالحكم الذاتي لمناطق المغرب فنحن نطالب بذلك في إطار الجهوية الموسعة التي أقرها دستور 2011 والتي منحها صاحب الجلالة لنا وطرحها المغرب كآلية للتفاوض الوحيدة والأوحد مع جبهة البوليزاريو الإنفصالية إذن قلنا إذا كان الحكم الذاتي سيمنح للصحراء فلا بد أن يمنح لباقي المناطق المغربية الشرق الريف الوسط حتى يعني يكون هناك تنمية ونبتعد عن السياسة المركزية التي لم نجد مني منها إلا الفشل والتبعية كان شكر يعني موقع العالم فانتكات على الاستضافة وكانت من لكم مسيرة موفقة خصوصا هذا الموقع هذا يعني ظهر في الساحة الإعلامية المغربية بطريقة يعني إيجابية جدا يحاول أن يكون هو صوت المواطن عن طريق تبني صحافة القرب ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يستطيع كل جديد من جدة العالم فانتكاتر